ساري الكريمينال محاويكم في بودكاست جديد ديال لسبيان ان موروكان في البودكاست ديال اليومة جيش كوم بجوج كوير ستوريز وي جوج ماشي غير وحدة وهذا المرة بيناتهم واحد لسوجة كومان كين واحد الموضوع اللي كربطهم وهذا الموضوع هما الأسرار اللي متعلقين بالمجتمع الممعين اللي تكونوا في العائلة بتت ركتيفكاستان الكريمينال فتنال مو عادي تكون غا ستوريه وحدة ماشي جوج ستوريات غا ستوري اللي تانية بالبودكاست تحت أخر غير أكوز ده بروبلم ده تان بنش لوقت نشج لكم ستوري تانية ولكن متخافوش غاني لو حاليكم فروا ما شفت الحلقة علي غات عجبوكم هات ستوريات حيتاش ربو ما تنتو ما كتشوفوا هاتشي فائلتكم بس كميمكنش ما كنتشي واحد فائلتكم من مجتمع الممعين مينيموم واحد ودالي كتسنت اللي هي لكان غير واحد ولكن غاتشوفو وربما تانجو ما كتعرفوشي واحد نائلتكم اللي كتشكو فيه كتقولوا مم واقليش هذا من الله وعلم ولا ما نعرف بزادي الناس تكونوا فائت لأبوزيسيون هاتي ولهاتشي غادي نظرو اليوم للتذكير الكوير ستوري سفاش كنعودوهم كنجي بقاها لأسماء منطاسي دونك الأسماء دي للناس اللي غادي نقولوا للمدن ولا المدارس ولا أي حاجة اللي غادي نسميها غادي تكون نسميها جايبها أنا من راسي باش اللي عودت لي الإنسان اللي عود لي القصة ما تتعرفش بسهولة نبدأوا بالقصة اللولة أنا اسميتي حنان عندي 33 سنة صراحة تشي دي المجتمع الممعين الانجيباتي ما كنتش كنعرفوني هيئيا كنتش كنسمع مرة مرة بالمتشبهين بالنساء متشبهات بالرجال وصافي وانا أصلا ما كنتش معاتش وشانقولي لاش نهارش وحدا من صحابتي استقاش في حالك كرا ما عتبقاش صاحبتي موهم كان عندي الوموفوبيا بحالي في حالي بزافتة للمغاربة وكتش كنفكر بلي تشيرها بمزيان شو ما خاصوش يكون ولكن طلعت لي واحد المشكلة واضطريت أنا نعودها لشي واحد وما عارت لمن نعودها لقيت لأباش ديالك وقلت غادي نعودها لك القصة ديالي بدات هاي تلت شهور وتلت شهور وانا ما عارفة منذير ولكن غادي نعود لك كل شي من اللول كما قلت ليك في عمري 23 سنة كانت عندي واحد الطفولة اللي هي عادية كبرت في دارنا مع عائلتنا أبا أمي وشوش خوتي الأب ديالي كان خدام فتشي ديال التجارة عندو شي حوانت عندو شي ديور وشي أراضي وكدخل بهم فليسات وحمد لله ما كان خاصنا تشي خير الأب ديالي مات هاي دي خمس سنين ونادو خوتي شدو دوك الحوانت ودوك الأراضي ودوك البزنس اللي خلال أب ديالي باش يخدموا لنا أنا أمي خدكم تعرفوا بلي الأب ديالي واخوتي والأم ديالي متدينين بزاف ومحافظين بزاف ومع أنا كبرتش في هذا الموحيط هذا حتى أنا متدينة ومحافظة وكما قلت لكم في الأول الصغر ديالي كان عادي قلت كان لاب بحالي بحالقة عن الناس مع البنات اللي كان وقضي كانت الأم ديالي كانتعطيني الحنان الأب ديالي كانت تتعامل معي مزيان ما كنتش نشوفه بزاف حتى ش كان أخدم بزاف ولكن فش كنتش نشوفه وكانت خرجني كان بشيوك يشري ليدك شريك يعجبني إلى آخره وكانت كتبان ليالعلاقة ما بين الأم ديالي والأب ديالي زوينة بزاف مع مرهم ما سمعش منه مشي كل مخيبة مع مرهم ما التعيرو قدامنا مع مرهم ما الدابزو قدامنا لله علموش كانو كي الدابزو وفرش ما كان كونوش قدامهم ولكن بعد حنا يا قدامنا ما كانو كيقولو لتا كل مخيبة دي مالكلم بزوين دي مالحتيارام كان الأب ديالي كيجي من الخدمة عيان الأم ديالي كتحط ليموك لها كتقلس حدا كيتحكو كتحرفت الفاذا إذا أنا وليش كنشوف الحب بحال دك شيليكش كنشوف مع الأب أديالي جان قلتا أنا باش غادي نكبر غادي نبغي واحد دراجل وما غنعيشو بحال الأب أديالي غيحتارمني غنحتارمو ودكو والحب موهم دازلوقت بديت كان نكبر أنا شي شوية أخوتي تاوما بدوا يكبروا ولو كيبغيوا يتحكموا فيها لما تلبسيش لما تدريش ويشوفوني كان هضر معاشي واحد يكون هادا كان يخافوني لأن تصاحب معاشي واحد ويتشفل عليها إذا كانوا كيدروا عليها واحد الضغط وانا كتحاولنا ندريهم بخاطرهم باش ما يستطيعوش ليها راسي واخا مرة مرة كتحا بغي نخرج مع البناج كنت دايش شي سباغ كنت تصاحب مرة مرة ويشوفوني أخوتي كنت كان لبس محتارم وانا خرج من الطارة كان وصل لندراسة كان نحيد كان لبس تكشي اللي بغيش موهي ما تدفونات اللي بزاف منها داروا في صغرهم داز الوقت والتوفى الأب ديالي توفى حيثش كان كبير في العمر طو سمبلمون الأم ديالي كانت مازالة صغيرة فاش هو التوفى حيثش فاش تزوجت باه هو كان كبير عليها بزاف ويا كانت قبلت علي حيثش عنده الأراضي حيثش مزيان محتار مدريف عنده الفلوس ودارهم قالوا لها تزوجي باد السيد شوفي رها تريف رغي عاملك مزيان رغي عتيشي مزيان رغي ما يخصك تشي خير رغي ما يخصم تشي خير وانتي شوفي رها عنده وعنده وعنده وفعلا دكشي اللي ترى الأب ديالي كمل فيها تشي ديالتجارة ولو عنده فلوس كتر لكن كي عملها بطريقة ليازوينة بالساف ويا كانت فرحانة وعنده وعنده ما يشتطر عليها الدم من جهة الأب ديالي فاش مات الأب ديالي الأم ديالي ما بغدش انها تعود تزوج ولا تعود درحيتها واخاة كنت مازالة صغيرة مع الأم ديالي بقات ببحدها انا كنت كان مبغينوا وننسها ديما ما نخليهاش ببحدها كنا ندوزوا الوقت بزاف مع بعضياتنا تخرجوا مع بعضياتنا بشول السوق نشتريوا الحوايج نتفرجوا في التلفازة مع بعضياتنا مع أخوتي بجوج كانوا ديما خدامين حيث شدوا هات التجارة ديال أب ديالي ما كانوش يلقوا الوقت باش يدوزوا شوية الوقت مع الأم ديالي يالله يالله فاش يجيوا للدار ضغية ضغية يدياكلوا في الأشياء يقولوا للأم ديالي وش خاصك شي حاجة نجي بليك شي حاجة وش خاصك شي أنااليس شي دوان نجي بليك شي حاجة خاصك فلوس بوصافي انا اضطريت أنني انا ننس الأم ديالي باش ما تحسش برصة بوحدة حتى الوحد العام وما يجيوا يسكنوا حدانة واحد الناس عائلة محترمة ولاو جيران ديالنا عندهم جولدات الأم ديالهم تقريبا في تقددي الأم ديالي الأب ديالهم مختامي لأخيري زي ما عائلة هادية الأم ديالي مشات باش ترحب بيها ولاو صحابات ولاش هي كتجي لعندنا ولنا كنخرجوا معاها إلي كنا غادي نتقدى وكتبشي معانا السويقة مشتري وحويجي لأخيري ديالهم من سنة وانا فرحت كنقول الله ديالهم ديالهم حتى أنا لما كنت ولا كن عندي امتحانات ما عارفاك ولا تشغلت ولا إلى أخيري بعدها تلقى معا من تقلس معا من تهضر معا من تفوج هاد السيدة اللي غادي نسميوا احنا يا سنة كانت مرة مرة كما يكتلكم كتجي عندنا الدار الأم ديالي كتخرج معاها عادي زي ما كتكن جي من الله كتن قاوم قلسين كديرو كاسكروت تحطين شي سين يد أتايو كيت تحدثو كنت كن قلس معا من دون تحكو كولنا جميعي إلى أخيريه والأم ديالي صار حارتاحت لها السيدة اللي احنا غا نسميه سناء وسناء تايها كنت عزيزة لها جيل الدار وتقدر معايا وتقدر معا الأم ديالي وولو فغي ما وصحابه مرة مرة كي خرجوا يصافروا انسان ولها ممشاول الشمال همممشاول هنا ممشاول هيه كتن قوليها جا ندي الدراري وش دي معنا كاش مشي الأم ديالي كاش قوليها منها نقلس مع صاحبتي منها نعونا على الدراري ومنها نفوج كتن قوليها صافي أمو يا سيري أنا راني قلسة مع أخوتي هنا يا أنا عندي قرايتي يا انتي امتي حانة جاولي ما عنسديش بنمشي معك سيري انتي وصاحبتك وصافي وفوج وطحكوه ولعبوه ام ديالي كتن قلسة مع السيدة ولادها الاب ما كانش يمشي معهم قليل فاش كان كي صافر حيتاش كان مشغول بالخدمة دياله والأم ديالي هي فرحانة وانا عاجبني الحال يا عاجبه الحال اخوتي عاربهم الحال كلش يعاجبوا الحال وانا السيدة صراحة سناء كانت قلسة عاجبني بزاف وكنت كن رجح ليه وكما كتليكم كنقول جابها الله بعدها باش الأم ديالي ما تبقاش ببوحدة ومنبقاش عوشاني تأنا وخاما امتيحانات كان نحاول انني نخرج مع الام ديالي ومعديش الوقت ولكن دابا بحيلا ذيك السيدة عاونت انت انا باش زمان لقى الوقت الراسي والقرايتي والخدمتي الاخيري واحد النهار كان عندي واحد الكوخ في الصباح مشيت ليه وصلت قالوا ان الاستاد حقارة ما غايشيش مريد جاتوا كورونا ما كانش الكوخ اليوم في الصباح كنت اش غندير اش غندير نو غمال مونكش كان مشي نقرا في الصباح مره مره كان رجع نتغدا في الطار كان نعيت الوليدة كان بلاء اني جاي لما كانش جاي لغدا كان بقى نهار كامل فلافاك سوى عندي ليكوخ سوى كان بقى نقرا كان قول بون كينا سناء منزل وليدة من حتاش انا نمشي للدار بكري كان بقى نقرا في لها بيليوتاك كان بقى في لها كافيتا يا مصحاباتي حتا كان ساليو ليكوخ ديالنا وثلاثة كان ثلاثة ربعة ايقاع كش كان نوصل للدار بعدها كنهار مجاش الاستاذة ديال الصباح قلت لصحاباتي شنو نديرو واش نمشيو الشي قوان فطرو نقلسو في البيفيت نمشيو الببليوتاك شنو البلان صحاباتي قلوا لي يا جاب الله الاستاذ مجاش غنرجعو لدارنا ناسو وذالاشية وديك سعنرجعو للكوذالاشية ومبادي لابوتين مشوا نشربوشي حاجة انا قلت ليون بون ايلا كتو غا تمشيو كاملينة للدار انا غا نمشي للدار اشباناش غا نقلس ندير بوحدة فلا فالفاك صافعيت الاخوية قلت لي واش مسالي دوزال يلا فاكرا استاذ مجاش بتمشي للدار قال يا اخوية ما مساليش رعندي شي خدمه شديد تاكسي شديد تاكسي وصلني للدار كما قلت ليكم الام ديالي ممو الفانيش نوصل للدار مع ديك الساعة كنت مرة مرة كان نوصل مع تناش باش نتوده سينو الاغلبية الوقت ما كنت كان جيتها لديك ثلاثة اربعة دون كلت بان فيوكو جيت بكريدة با فطار مع شربما الام ديالي تكون رجعة تتكات ولا شي حاجة غادي ندخل بشوية ما نديرش صدعهاش هي هادي كان ادخل بشوية بشوية ما كان ديرش صدعه كان قلب الام ديالي يكما في الكوزينة يكما في الصالون ما بنت ليه لا في الصالون لا في الكوزينة لا في شي بلاسة كنت غادي تكون نعسى في بيتا كنت غادي ماشي نطلع باش نطمئن لها ولا ما كانتش نعسى نشوفها يكما خاصة يشي حاجة نجيبها لها مشيت طلعه اللي بيتا ديالي كان سمع شي صدعه سنقول اوية كما الام ديالي كتخمل وإلي ما لا تخمل ببحدة كنت سنعتني نجي نخمل معها ولا نعيطه على شي مرة تعاونا طلعه طلعه سمع شي صدعه بشي شكل قربت اللي بيتا ديالي حليت الباب شوية ويبن ليه اللي بان ليه مع سناء والام ديالي انا تصدمت هو ما شافونيش حيتاش انا حليت غا الباب شوية باش نشوف شكين ما حليت الباب تقاوحدة كامل حليت غا شوية وطلعت ويبن ليه اللي بان ليه وبقيت مصدمة سديت الباب وما عرفت من دير شي دقيقة ونص وقالة وانا غاي واقفة قدم الباب وانقول اوية شهات شي شنون دير ما عرفت من دير خرجت من الدار بقيت غادي كانت مشا ما عرفت كيفين ده غادي اش حالو انا كنت مشو تنفكر وتنقول اولي اش هاتشي شفت اش هاتشي شفت وما كنت متقبلة راسي كما كنقول لك انا ما مربيهاش في حالك وبنسبة لي انا هاتشي را ما خاصوشي يكون نهائيا كنقول لك حتى صحاباتي يكون غادي وش حدة مصحاباتي غا شوية في حالك كون راكت لازل ما تقاش تطري معي ما توقع بينات نتشي شي حاله لاسك الام ديالي صراحة ما عفت ما ندير ما عفت لما نعود هاتشي الا قلتها الأخوتي أخوتي صعب يقدروا يضربوا يقدروا يجريوا على مدار ما تعرفش ما يديروا ما بغيتش نعودها الأخوتي ولكن ما نقولها مع ما نحضرها ما عرفت لي ما عرفتش لما نقولها اذا ما تطفر قعدت الرمانة غادي ترى شي موصيبة والصراحة ما قلتشي شي حاجة لتشي واحد خليتشي بيني وبين راسي والأم ديالي ما عقبت شي حاجة ما عرفهش باللي انا عارفة كنت أخبرتها من السيدة ولكن صراحة لم أعرف أشياء الشيء الذي أريد أن أردتها من السيدة إذا قلت لها أخرج معها أخبرتها لأن أمو يجب أن تذهب معي وأن تأتي معي إذا كنت سوف تسافر مع السيدة أخوتي يجب أن نسافر لأن أمنا وليس مع السيدة لأن أخبرتها أمو يجب أن يجب أن أعطفع لها وقالتك لأن أخوتي أقول لها أخوتي لأن أردتها من السيدة ونحاول أن أتزال مع السيدة وأن أخوتي يجب أن يبعيد لها من السيدة ولكن ربما فرص حول منه لا أعرف أن أخوتي لهم أن أعطف على السيدة ورثنا لنا ولكن لحد الآن الأم دالي ما زاله كتطلاقة وكتخرج مع السيدة دي حتيش ممكن ليش أنني نقول لها صافي قطاع العلاقة إلا هدرت معها وكتلا بعدي من النهارة ديك السيدة سمعت عليها شيدرة كتقول لي لا رديك شرا ما شيب الصح ديك شيدي سمعت شي ما توقعيش تقيقي ديك شلي كتسمعين عند الناس إلى آخرين إلى آخرين دونك لاسول سوليوسون اللي لقيت لحد الآن هو أنني نحاول إلا كنت خير تخرج معها ندير شي سببه باش ما تخرج معها ولا تخرج معي أنا وتصافرات كذلك ولكن صراحة ما عرفت شنو ندير وما كرتش أنكم تنصحوني وتقول لي كون كنتون توما في بلاستي شنو كنتو غادي تديرو هنا هي كتسالي القصة ديالي حانا أنا صراحة أعطيت واحد لنصيحة ولكن صراحة هاد ستوري هدي ما سالش باش أنك تعطي نصيحة باينة وواضحة هاشخاص كتديري حيتش بعدا أنا كيبانو لي دو بخوبلم فهاد هاد ستوري هدي أولا إلا مشات حقوبها خوشك يقدرو يقدرو يدربوها يقدرو يتروع لها كم مغلتي يقدرو يتروع مشاكل يوم غغاف إلا عاق الراجل ديالسانة عوشاني يقدرو يتروع مشاكل يوم غغاف لذلك ليست سهلة وواضحة لا أقدرش نجي نقول لك هاشخاص كتبيري صراحة أنا كون كتبلاسك تغادي نحاول أنني نخبيها دشي لبلس بوسيبل نخلي الأم ديالي تيش سعادة كبرات ربما ما كانتش بغا تزوج أصلا ما الأب ديالك ربما تزوجت غير حيتاش كانت كتبغي بغيت ولدات و بغيتهم يعيشوا مزيان و بغيت أنا براسي نعيش مزيان ربما ما كانوش عندها الفلوس فاش ما كانتش مزوجة بالأب ديالك و كانت بغى أن تحسن الوضعية ديالها ما نعرف يمكن مع مراما كانت كتبغي بديك الطريقة اللي مو غيرين كيبغيوا بعضياتهم و كانت كتحسن الوحيدش كانت كتبغي ولكن بوحد طريقة أخرى ماشي رومانسية ولكن بحل شي فريند بحل شي صديق ديالك المحبة اللي هي أميكال علىها يمكن كتبغي تشوفي ذاك الحب ما بين والديك اللي ما كانش رومانسي ولكن كان حب و خاكك و كان احترام و كان زوين ولكن يمكن هي مع مراما محساة بالرومانسية مع الأب ديالك أنا كان نقول ما نعرفوش في حركة ولا الله و ربما دا بعد اكتشفت رصة و عاد اكتشفت الرومانسية والحب بطنك أنا كنت بلاستك نخليها نميك إلا كنتي ما متفقش مع الشميكي و حاولي ما أمكان أن أخوتك ما يعيقوش إلا كنتي عارفاش يوحد جاي بكري شي نهار و ما كانش يمعوه لأنه يدخل الطرفتك الساعة تلموك كولي لارا فلان جاي غي ياخد شي حاجة الطار ماتلا نعم لما تعيقي باش تقولي لارا فلان رأى أخويا جاي عندك ولاني جاي ومعندي شكوق ما شالان غا نجد ندخل بكري ولا شي حاجة في حالك حاولي ما أمكان أنك هاد شي ما يتفرش مباشي لأم ديالك ما تطحش في مشاكيل و خليها رايشة دابة فرحانة و عايشة الرومانسية اللي ربما عمرها عاشتش لذلك كيمينال نتو مخليوا لي كومنتيك كما قالت هاد البنت هادي نصحوها إلا كانت عندكم شي نصيحة و عد أخرى بيانسور ومتبني كونيش بكم مادة ستوري اللي ولا هندوزور ستوري التاني موسيقى موسيقى